موسيقى يجمع الأطباء حول العالم على أهمية حماية العينين من أشعة الشمس وذلك باختيار نظارات شمسية صحية مناسبة ولجميع الأعمار وخاصة الأطفال ما هي النظارة المناسبة وكيف نختارها؟ وهل حجم النظارة ولونها دور في زيادة الحماية؟ طبعا المزيد ينضم إلينا الدكتور البراء القاسمي المتخصص في جراحة القرانية دكتور البراء صباح الخير صباح الخير صباح النور أهلا أستاذ عمر أهلا أستاذ مهيرة شكرا على الاستضافة حياك الله دكتور البراء إيش موضوع الاختيار النظارة المناسبة للعين وأيضا بحيث أنها ما تتأثر بدرجات الحرارة والأشعة فوق البنفسجية اشرح لنا عن الفكرة هذه أول شي خليني أحب أتكلم عن أن الشمس نعمة من نعم الله من أعظم نعم الله علينا والشمس لها فوائد كثيرة للجسم تساعد في أن نصنع فيتامين دال في جسمنا وهذا شيء جدا مفيد للجسم لكن مع ثقب الأوزون وكمية الأشعة فوق البنفسجية اللي بتدخل علينا من الشمس سببت أضرار للجسم عامة وخصوصا العين سببت أضرار للعين سأقول لك على الأضرار اللي تسبب الشمس للعين لحمية في العين وهذا أيضا يؤدي إلى ضعف نظر العين كيف؟ وش لحمية في العين أنا أخبر لحمية في الخشم كيف صارت لحمية في العين؟ لا في لحمية في العين كمان في لحمية في العين الملتحمة هي جزء الشفاف اللي يغطي العين من برها لكن مع تأثير الشمس عليه وتأثير يا شعة فوق بنفسجية تتحول الملتحمة هذه إلى لحمية وتكتل في العين فتلاقي الإنسان في عنده زي الكتلة في عينه هذه يسموها اللحمية أو هذه تجي بسبب التعرض للشمس وعدم لبس النظارات الشمسية طيب كمان لها تأثر على القرنية اللي هي الجزء اللي نشوف أيوا تفضل بس بشكل سريع تفضل هي كمان تأثر على قرنية العين والسبب عتامة في العين مع مرور الزمن الإنسان يفقد بصره بسبب هذه العتامة ولها تأثيرات أيضا على الشبكية لسبب ضمور في الشبكية وفيها كمان تسبب حرق في حال إنه إنسان طالع في الشمس في حالة كسوف أو في حالة كسوف الشمس تؤدي إلى حرق في مركز البصر والتالي يؤدي إلى ضعف النظارة فهذه أضرار الشمس عامة على العين حلو إحنا معترفين بهذه الأضرار عشان كده إحنا اليوم رح نتكلم أنه كيف الواحد يعني هي مش بس كمان أي نظارة شمسية والسلام فيه لازم يكون بعض المواصفات في النظارة الشمسية أنا رح أشتري نظارة لنفسي أولا إيش هي المعايير اللي على أساسها أختار النظارة الشمسية الصحيحة اللي فعلا تقل عين بدل ما تزيد الأضرار ممتاز أول شيء لازم تتأكد إنه هذه النظارة أصلية ما تكون مقلدة لأنه النظارة مقلدة تضر العين أكثر ما إنها تنفع العين هذا شيء جدا مهم لازم تتأكد بإنه طبعا تشتري من المحلات الموثوقة واللي أنت تثقي إنه هذه النظارة تكون أصلية هذا أول شيء ثاني شيء إنه كلما زادت كبر حجم النظارة كلما زادت حمايتها للعين أكثر وخصوصا إذا كانت النظارة محيطية يعني تكفل المنطقة من جوانب العين فهذه تعتبر نظارة أفضل لأنها تحمل عين أكثر ومن الأجناب تكون الحماية أكثر وبالتالي تقلل من جفاف العين وتعرض العين للأشعة فوق بنفسجية وهي مهم آخر أنه تكون العدسة حقة النظارة فيها حماية من الأشعة فوق بنفسجية تقريبا 100% خصوصا الأشعة A و B ويفضل أنها تكون كمان أكثر من 400 نانومتر هذا شيء مهم لازم تسألي عنه البائع أنه تكون هي فيها حماية من الأشعة فوق بنفسجية 100% كلما كان الرقم 100% كلما كان أحسن في نظارات تلاقيها 90% في نظارات 80% لكن كلما اخترتها تكون 100% تكون أحسن طيب بس ألك كمان يا دكتور لون العدسة نعم عذرا مقاطعة بس يعني الآن في ظل وجود تصاميم جديدة وكل شوي طلع لك مثلا line أو collection جديد وأيضا style جديد يعني الآن النظارات اللي تيجي مثلا عاكسة أو فيها مرآة أو المرر هذه اللي يسموها كمان هذه لها أضرار يعني الناس هذي مقبلين عليها الآن بكثرة ما تفرق كثيرا ميرورز أهم شيء أنه اللون إذا أنت لازم تختار اللون اللي يناسب حياتك اليومية مثلا اللون الأصفر والأحمر ما يناسب الناس اللي يسوقوا سيارات لأنه بالتالي حيأثر على رؤية إشارات المرور أفضل اللون الناس اللي يسوقوا سيارات أو اللي يمشوا في الشارع اللون الرمادي والبني هذا حيديك رؤية جدا ممتازة في نقطة مهمة أنه يعني غمق أو أنه كلما كانت اللون العدسة كاتم هذا ما يفرق أبدا في حماية العين أهم شيء أنه يكون فيه الطبقة اللي يتحمي من الأشعة فوق بنفسجية يعني هذه الطبقة ما لا علاقة بأنه العدسة لأنه في بعض العدسات كنت لسه رح أسألك أنت نما ذكرت الحماية تكون مئم بالمئم من الأشعة فوق البنفسجية المشكلة لو العدسة جدا عاتمة إحنا مثلا تدخل نفق أو باركينج تحس أنك ما تشوف فهي ما لها علاقة ب هذه ما لا لا ما هتفرق لأنه الحماية أصلا تكون زي الكوت فوق العدسة فما لو صلاح بلون العدسة نفسها طيب معك نظارات أو نماذج ممكن تعرضها لنا يا دكتور والله للأسف ما ساعد الوقت إن أجيبه بالنظارات لكن في نقطة كمان مهمة جدا للناس اللي يسوقوا سيارات أو أنه يبغي يستخدم النظارات في النهار يختاروا العدسة المستقطبة أو ما يسمى polarized lens هذه polarized lens تعكس وهجة الشمس وتعكس الأشعة المنعاكسة يعني تحمل العين من الأشعة المنعاكسة وتقلل من وهجة الشمس على الإنسان وبالتالي الناس يستخدموها للناس اللي يروحوا الرياضات البحرية إذا أنت روحت البحر وكنت على سطح البحر تقدر تشوفي ما تحت البحر يعني إذا كنت لابسة classe boiler rise لكن إذا ما كنت على سب إلا رايز ما حتى تستطيع تشوفي تحت البحر هذا يساعدك جدا يساعد الناس ليسوا لكن لمشكلتها نعم في أقل من دقيقة إيش المضار لما يكون أو تكون المستهدف من هذا الأمر لابس عدسات وفي نفس الوقت نظارة شمسية هل في مضارة بحيث أنه تعرض لضغط شمس؟ لا ما في مشكلة بس قبل ما يطلع للشمس يفضل أن يحط القطرات المرتبة لأنه عشان تقلل من الجفاف العين لأنه الشمس عندنا حارة جدا وتأثر على العين والعدسة كمان تقلل من تعرض العين للوكسجين وبالتالي القطرات مرتبة جدا مهمة وليلبسوا نظارة عادي لو كانت النظارة الشمسية فيها نظر وشمسية في نفس الوقت؟ لا ما في مشكلة بالعكس ممتاز جدا نودع أن نشكر الدكتور البراء القاسم نتخصص في جراحة القرانية وموضوعنا اليوم كان عن اختيار النظارة الشمسية الصحيحة شكرا لك شكرا لك